مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم كتاب ستالين تقييم للرجل وتأثيره وهو سيرة ذاتية للزعيم السوفيتي جوزيف ستالين كتبها خصمه اللدود ليون تروتسكي بين عامي 1930 و 1940 الكتاب لم يكتمل بسبب اغتيال تروتسكي في أغسطس من عامي 40 في منفاه بالمكسيك من قبل رجال مخابرات ستالين وتم نشر كتاب لأول مرة عام 46 يبدأ الكتاب بمقدمة غير مكتملة حاول فيها تروتسكي إثبات موضوعيته فيما يتعلق بالأحداث في بقية الكتاب لكنه لم يكملها بسبب اغتياله في الفصل الأول تطرق تروتسكي إلى طفولة ستالين فوصفه بأنه كان طفلا يكره السلطة القائمة وأن عداءه كان مشوبا بالتحفظ والمخادعة واليقظة في الفصول القليلة التالية ناقش تروتسكي الدورة المتزايدة لستالين في الأنشطة الثورية مع كل من قائد الثورة البورجوفية فلاديمير لينين ومع تروتسكي نفسه العديد من الأنشطة الثورية التي شارك فيها ستالين خلال السنوات الأولى من حياته كانت ضد النظام القيصري الذي حكم روسيا في ذلك الوقت وأشار تروتسكي إلى الاختلاف بين لينين وستالين قائلا عن لينين إن فكرة صنع صنم للآلة السياسية لم تكن غريبة عليه فحسب بل كانت بغيضة ومنافية لطبيعته بينما انتقد ستالين قائلا عنه إن تفكيره بطيء جدا وارتباطاته تتبع مسارا واحدا للغاية وأسلوبه متفاقل للغاية وقاحل بعد بضعة فصول من الكتاب خصصها للحديث عن مشاركة ستالين المستمرة في الحركات المناهضة للقيصرية وازدياد شعبيته بين الثوار ترك القسم غير مكتمل بسبب مقتل تروتسكي فقط ليستأنفه بتغطية الفترة التي اقتربت فيها وفاة لينين وصف تروتسكي السنوات التي سبقت وفاة لينين بأنها مليئة بالتوتر والصراع الداخلي بين أفراد الحزب الشيوعي السوفيتي وضح تروتسكي خلال الفصل الأخير من الكتاب أن لينين كان يخشى سيطرة ستالين على الاتحاد السوفيتي بعد وفاته افترضت تروتسكي أن ستالين كان مسؤولا عن تسميم لينين الذي أدى في النهاية إلى وفاته والدعاء أن تلك الأحداث كانت معروفة لما لا يزيد عن سبعة أو ثمانية أشخاص ومن هذا العدد إلى جانب نفسه فقط ستالين ومولوتوف لا يزالان من بين الأحياء وفيما يخص من يخلف لينين بعد وفاته أشار تروتسكي إلى أن لينين قال أقترح على الرفاق إيجاد طريقة لإزاحة ستالين من هذا المنصب وتعيين رجل آخر مكانه يكون أكثر ولاء وألطف وأكثر مراعاة للرفاق وأقل نزوات أخيرا عرض تروتسكي روايته للأحداث المحيطة بجنازة لينين والتي انتقد فيها بسبب عدم حضوره فقال وفقا لرواية منتشرة على نطاق واسع فقدت السلطة لأنني لم أكن حاضرا في جنازتي لينين هذا التفسير يمكن أن يؤخذ على محمل الجد بالكاد لكن حقيقة غيابي في مراسم الحداد تسببت في مخاوف العديد من أصدقائي اتهمت روسكي ستالين بترتيب الجنازة بطريقة تمنعه من الحضور فقال لقد تحرك ستالين بدهاء ولم يخدعني وحدي بل خدع كما يبدو حلفاءه استرشد ستالين في مناوراته المحفوفة بالمخاطر باعتبارات أكثر واقعية ربما كان يخشى أنني سأربط وفاة لينين بمحادثة أجريتها العام الماضي حول السم وأنني سأسأل الأطباء عما إذا كان تسمم سببا في موته ثم أطلب تشريحا للجثة لذلك كان من الآمن من جميع النواحي ابقائي بعيدا إلى أن يتم تحنيط الجثة وحرق الأحشاء ولم يعد إجراء تشريح الجثة المبني على هذه الشكوك ممكنا ينتهي التسلسل الزمني للكتاب بذكر قراءة ستالين قسم الولاء على نعش لينين والذي وصفه تروتسكي بأنه حل الآن محل الوصايا العشر للكتاب المقدس أتمنى أن يكون ملخص ستالين تقييم للرجل وتأثيره قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر